نظمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالشراكة مع كلية الحقوق جامعة عدن ونقابة المحامين في العاصمة المؤقتة عدن فعالية بعنوان العمل التوعوي والتثقيفي بشأن قضايا التعذيب تعزيز حماية كل المعتقلين من جريمة التعذيب وهدفة الفعالية التي تأتي في إطار الاحتفال باليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف السادس والعشرين من يونيو من كل عام لتسليط الضوء على معاناة ضحايا التعذيب في بلادنا وتعزيز الجهود الرامية لمنع ممارسة التعذيب ومعاقبة مرتكب جرائم التعذيب وناقشة الندوة التي شارك فيها رئيس مصلحة السجون الوصال حبد الحبيب ووكلاء وزارة العدل والشؤون القانونية وحقوق الإنسان وممثل عن مجلس القضاء اللعلاء ومكتب النائب العام ومدراء عموم وزارة الداخلية ناقشة وراق العمل حول التعذيب المختلفة في بلادنا والأثار القانونية والإنسانية المترتبة عليه ودور الجهات المعنية في مكافحة الجريمة وأوصى المشاركون بضرورة تضافر الجهود من قبل جميع الجهات المعنية في اليمن لمكافحة التعذيب ومنع ممارسة وتعزيز احترام حقوق الإنسان